منذ أن جئت من بلدة قنة للعمل في الصحافة في القاهرة تعرفت عليه إنه جمال الغيطاني ابن محافظة سهاك هذا الروائي الكبير وهذا الصعيدي الذي ظل محافظا على قيمه ومبادئه حتى اليوم الأخير لرحيله جمال الغيطاني الكاتب والأديب والمبدع عمل في بداية حياته مراسلا عسكريا وكتب العديد من الروايات التي تتحدث عن الجيش المصري إبراهيم الرفاعي وغيره 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 جمال الغيطاني غدا يوافق الذكرى التاسعة لرحيله عن هذه الدنيا تقرير سنب الأوض هو واحد من عشاق التاريخ والتراث المصري وكاتب صحفي وروائي قدير قرس موهبته في تطويره وإعادة الأدب العربي إلى مجده وشموخه الثامنة عشر من اكتوبر تحيل الذكرى التاسعة لوفاة الكاتب الصحفي الكبير جمال الغيطاني التي توفي في عام 2015 بعد مسيرة أدبية وروائية وصحفية حافلة بأعماله التي ستظل خالدة في الأذهان استلهم الغيطاني أثناء مسيرته التراس المصري ليخلق عالما روائيا عجيبا ليعد من أكثر التجارب روائية نتجا بعد تأثره كثيرا بصديقه وأستاذه الكاتب الكبير نجيب محفوظ ولعب ذلك دورا أساسيا لبلوغه هذه المرحلة مع إطلاعه الموسوعي على الأدب القديم بدأ الغيطاني مسيرته بالعمر السامن في المؤسسة المصرية العامة للتعاون الانتاجي وتم اعتقاله في أكتوبر عام 1967 وأطلق صراحه في مارس عام 1967 وعمل سكرتيرا للجمعية التعاونية المصرية لصناعي وفناني خان الخليلي وذلك إلى عام 1969 قال الريطاني عن فترة الاعتقال حتى عندما لم يكن لدي أوراق أو أقلام أدون بها حكاياتي كنت أكتب في مخيلتي فالحكي والقصص لم تفارقني حتى في أصعب أيام حياتي قبل أن يتلال نجمه الصحفي في سماء الأدب والكتابة في التراس تم عمل محررا عسكريا بارزا ووثق العديد من الأحداث العسكرية التي جرت في محافظة السويس يملك جمال الريطاني مؤلفات عديدة روائية قصصية تاريخية وغيرها ومن أبرز تلك الأعمال أوراق شاب عاش منذ ألف عام حكايات الغريب نجيم محفوظ يتذكر مصطفى أمين يتذكر المجالس المحفوظية وقائع حارة الطبلاوي وحصل جمال الغطاني على العديد من الجوائز طوال مسيرته ومنها جائزة الدولة التشجيعية للرواية قبل أن يتوفر طوبر عام 2015 بعد صراع مع المرد رحم الله الكاتب الكبير جمال الغطاني ترجمة نانسي قنقر